تجعنا لكم في الأهلي قط أحمر وعارفين أن أنتو شغفين زينا تعرفوا كل حاجة عن بعثة النادي الأهلي الأجواء اللي بيحصل الحلقة الاستعداد كل حاجة نفسكم تعرفوها شان كده معانا مرسلنا من قطر كريم إيه الأخبار طمنا على الفريق وطمنا على حالة الفريق عندك خصوصا بعد انضمام لعبي المنتخب للنادي الأهلي عرفنا كده الحالة النفسية والمعنوية عاملة إزاي تحياتي لكم طبعا زملاء العزاء برحب بكم طبعا في البداية وشكر موصوله والتحية موصولة أيضا كمان لكل جمهورنا جمهور النادي الأهلي اللي بيتابع كل الكواليس وكل الأخبار من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي كل الجمهور الحقيقة مترقب ويعرف أخبار الفريق وأيضا كمان تحديدا كل لعيبة اللي ممكن نضمت خلاص من اللحظات لبعثة فريقة لنادي الأهلي استعدادة للسفر الأفريقي يوم الأربعان شاء الله بإذن الله كون البطولة من نصيب النادي الأهلي جدية كبيرة جدا وإصرار كبير وعزيما إن شاء الله نشوفها في التدريبات وأجواء خاصة لمعسكر فريقة النادي الأهلي هدف كبير وتحدي كبير جدا وبراء غاية في الصعوبة لكن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون كعادتها في قمة تركزها النادي الآلي ركز بشكل كبير جدا وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقة كرئيس مجلس إدارة ورئيس البعثة بيكون إضافة كبيرة جدا ومردودها الحقيقة بيكون كبير على اللعبين الرغبة موجودة بالتأكيد والضافع موجودة لكن القيمة الكبيرة ما بيكون متواجدة بقيمة الكابتن محمود الخطيب بتزود اللعبين حماس كبير جدا وده اللي بنأمل إن شاء الله يكون مردوده كبير جدا إن شاء الله يوم الأربع في تسعين دي بنأمل إن هي متوصلش لرقلات ترجيح إن إن شاء الله من خلال التسعين دقيقة. ممكن طبعا أنتو ذكرتوا دور اللعبين وممكن انضمام كل اللعيبة الحقيقة من خلال طبعا بعت الفريق النادي الآلي وفندو اللي قامة أنا عايز أطمنكم بشكل عام طبعا لأن كنت أتكلم على الحالة النفسية والدور الكبير اللي مفروض يقوم به الجهاز الفني لكل اللعيبة الحقيقة. يمكن كان إخفاق طبعا زي ما عارفين لمنتخبنا الوطني لكن لعبتنا تحديد العيبة النادي الأهلي قدت اللي عليها وزيادة وجهد ومجهود وإصرار وكل كان بيضحي الحقيقة من خلال منتخبنا الوطني لكن قدر الله ما شاء فعل عندنا بقى الأهم دلوقتي طبعا خلاص نقدر أقول انتهت الصفحة الخاصة طبعا من منتخبنا الوطني والأهم هو التركيز في بطولة السوبر الأفريقي عايز أقول لك مباشرة عقب وصول اللعبين يعني أقول لك بيتسو مسماني يوقف مع عمر للسولية أكتر من أربعة وخمس دقائق الرجل يمكن حياه وهناع على مجهوده الكبير جدا وقال له أنا بقول لك هارضي لك لأن الظرف ويمكن الكرة اللي أنت أخطأت فيه عمر دي حصلت مع مسماني تحديدا ويمكن الكلام ده من خلال مسماني في الحديث طبعا اللي كانت الصنائية بين عمر السولية وقال له الأمر ده متواجد في كرة القدم لكن تحسب البطولة ليك عمر بشكل كبير جدا على مجهودك وإصرارك كابتن فريق لمنتخبنا الوطني ده تحديدا بالنسبة العمر السولية الشناوي طبعا كان عيد ميلاده النهاردة اللي بنقوله كل نسان طيبة شناوي طبعا وعبال مليون سنة مجرد دخوله المطعم شناوي وكابل ومسيب وخاطط الأحمال ويمكن كمان كابتن أمير توفيق الكل في تصفيق حار طبعا للشناوي وغنونه طبعا يعني هاب بيرسا يديو طبعا بالنسبة للشناوي حاجة بتبقى لفتا كبيرة جدا وطيبة جدا من الجهاز الفني لأن الجانب النفسي الفنيات موجودة وممكن العيبة جاية من فورمة عالية جدا لكن الجانب النفسي مهم جدا اللي انت تشتغل عليه والجهاز الفني تحديدا يشتغل عليه الحقيقة كابتن سايد مميز في هذا الأمر لكن شفنا مسمان الحقيقة وكابل ومسيب وأيضا كمان كل الجهاز الفني الحقيقة في لفتا طيبة جدا لمحمد الشناوي لكل بقى حياة أكرم توفيق أيمن أشرف أفشا محمد شريف تحديدا كمان اللي جمعوا لقاء بين الكابتن سايد عبد الحفيز والكابتن سامي ومصان كلموا طبعا على خلاص لابد ان انت تنسى هذا الأمر تنسى إضاءة راكل تجزاء وتركز فيما هو قادم لأن الجمهور اللي احنا شفناه في المدرجات هيكون نفس الجمهور الجمهور كان مرتدي شرطات منتخبنا الوطني والشرطات مصري لكن يوم الأربعاء الكل يكون مرتدي شرطات للنادي الأهلي ويكون الجمهور بكثافة كبيرة جدا أفشا الحقيقة كان لها أيضا كمان لقاء سريع معايا طبعا قبل توجه طبعا إلى الغرب أفشا بيقولي ممكن أنا النهاردة كنت سعيد جدا وممكن كل البطولة سعيدة جدا من الهتاف اللي بيهتفوا لمنتخبنا الوطني وتحديدا لمحمد مجد أفشا دور كبير جدا الحقيقة بيقوم بكل لعبين لكن دورهم الأكبر إن شاء الله أنهم يسعدوا مئات المليئين من جمهور النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي نهاردة كمان كان تدريب الأول لفريق النادي الأهلي كان جدية كبيرة جدا لبيسو موسماني وأيضا كمان لكل اللعيبة في تدريبات التاكتك النهاردة كان جايت جدا الراجل حاول أن يحفز كل اللعيبة كل الجمل وكل الخطط اللي بيشتغل عليها طبعا تعرف في برنامج تدريب موضوع جرعات تدريبية بتأخذ طبعا على فترات جرعات بدنية وجرعات تاكتك لكن كمان مع انضمام كل اللعيبة طبعا المنضامة لمنتخبنا الوطني يكتمل الشكل العام والشكل الكامل لفريق النادي الأهلي لكن ما نقدرش نقول أن كل اللعيبة دي بالنسبة لفريق النادي الأهلي ويا رب ان شاء الله كل الأمور والمناخ والظروف اللي احنا عايشين فيها دي تكلل بالنجاح ويكون مرضودها كبير جدا من خلال التسعين ديها يوم الاربعين يا رب يا كريم ويا رب يكون وشك حلو كده زي بعثة الأهلي وكايزر الشيفز وان شاء الله النادي الأهلي يحقق البطولة مجهود عظيم وغطيت كل الأحداث ان شاء الله بإذن الله قناة النادي الأهلي متابعة ومستمرة معك وإذن الله نحاق البطولة الكريمة